سمعوا عليكم. ناس كتير منكم بتبحث وتدور عن حل مشكلة عدم اظهار او البركوت. لان في بعض الموبايلات اللي عندكم ما بتدعمش خاصية اظهار البركوت او ما بتظهرش عندكم الخاصية دي. ودي مشكلة منتشرة بشكل رهيب. فالفيديو ده هشرح لك الطريقة الصحة. فعايز هتركز جدا في الطرق اللي هتشرح في فيديو النهاردة. وقبل ما نبدأ من تنسى الصلاة عن ابو محمد عرف ده السلام. تنسى تشارك في تشغل عامة الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتتك لان كده فاتك كتير. من طرق وحل مشاكل للموبايل والكمبيوتر. وعشان كمان تشوف الفيديوهات اللي جاي بازن الله. واقع تنسى لك الجميل. واهلم بيك معايا في قناة حل المشكلات. يلا بينا. بص يا صاحب. انت لو ما بيظهرش في تليفونك الشكل ده. فمش عايزك تقلق من اي حاجة. اما انا هنا بعمل ايه? هحلالك بازن الله. انا هنا جمك. انت اخوك. لزي ما ساعدك. انت. ايوة انت عزيز المشاهد. لما بتروح عند واحد صاحبك وتقول لقاطني من الواي فاي بتاعك. فالطبيعي اللي هو بيديك الباسورد بتاعه. لأ دلوقتي الوضع تغير. هو هنا بيقوم بيديك البركود الخاص به. والكلام ده مش للواي فاي بس. ده لو انت عايز تقدم في شركة فبيقول لك خد البركود ده. هيدخلك على الموقع اللي تسجل فيه. ده مش بعيد يعمله جرائد اخبار بالبركود. هنحل الطريقة دي بقى ازاي? هقول لك. اول حاجة. في هنا طريقتين وعايز اكتركز معايا في الطريقتين دول. لان لو الطريقة مش تغلتش عندك. فالطريقة التانية هتنجح عندك بازن الله. بس انت اقول يا رب. اول طريقة معنا. ان اي موبايل في الدنيا اول ما بتفتحه. فبتلاقي عندك علامة البحث بتاعت جوجل. بس في حاجة انت هنا مش اخد بالك منها. عرفتها? ايوة هي دي. اللي جنب علامة الريكورد. اول ما بدوس عليها بيزهر لك بالشكل ده. هتاخد البركود اللي صاحبك من الدهولة. بتحط قصاد الكاميرا. معلش الكاميرا مراكبة شوية. بس عادي شغالة. والطريقة دي بس بتبقى محتاجة طلقي الدات. ما لك عزيز المشاهدة? تعصبت ليه? انا عارف هنا ان فتح الدات صعب. انت عارف كارت الفكة بكام? عارف عارف. انت بس هتلوض البصورد من صاحبك. او من اللي انت عايز تاخد منه البركود. وخلاص يعني الدنيا ماشي. ايه? مش عاقبك الطريقة دي? خلاص بلاش منها خالص. الطريقة التانية. ودي مش محتاجة اي حاجة خالص منك. خير حاجة بس واحدة صغيرة. وهو تطبيق صغير كده هتنزله عندك من على جوجل بلاي. وده بقى ولا بيشتغل بانترنت ولا باي حاجة. هم بس شوية انترنت اللي انت هتنزل بهم البرنامج. ويبقى معاك على طول. والتطبيق ده اسمه قارق البركود. بس انا كده كده هسيبه لك في وصل فيديو. اول ما تفتح التطبيق ايزهر عندك بالشكل ده. مفتوح على الكاميرا على طول. هتحط قدام الكاميرا بتاعتك صورة البركود. اللي انت عايز يزهر لك البيانات بتاعتها. او المعلومات او لنك موقع معين. هيطلع لك البيانات اللي جهوها في الصورة. سواء كان باسورد او معلومات. او لنك موقع معين لشغل. او ورنون او اي حاجة انت عايز. ولو عايز ازاي تتعلم تنشئ باركود. عشان انت بعد كده انت اللي تدي صاحبك البركود بتاعك. مش كل مرة هو اللي بيلقاطك يعني. اعزمه مرة. فهتلاقي فيديو هاعلمك فيه ازاي تنشئ باركود. عندك على الموبايل. هزهر لك في العلامة اللي هتظهر فوق في الشاشة دي. روح هتفرج عليها يفيد. وبس كده صاحب اتمنى ما كونش طولت عليك. ما تنساش تصير في القناة تشغل علامة الجرس. عشان هتلاقي حلول لكل المشاكل اللي بتدور عليها في الموبايل والكمبيوتر. لو عندك اي مشكلة بتواجهك في الموبايل سواء الموبايل لك ايه دك ايفون او اندرويد. بكتبلي تحت في الكومنت. وبقول لي رأيك في الفيديو في كومنت. وبس كده في امن الله. سلام.